بالله عليك اقول لي انت بتستفاد الى اما تنزل صورة الشمس وتكتب ان امباركت ليلة الادر انت بتعرفني بينزلك وحي واحنا بنعرفش اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بينزله الوحي من السماء قال اني رأيت ليلة القدر واني نسيتها انت تقول النهاردة هتللت القدر او انبارك هتللت القدر يا راجل بالله عليكم بقى الناس اللي بتعمل الحركات دي بلاش بلاش خلي الناس تعبد ربنا عز وجل كل ليلة فيه عطقاء من النار والليلة اللي ربنا عز وجل هيعطى غرقبتك فيها من النار هي ليلة القدر بالنسبة لك انا اصلا بندور على ليلة القدر ليه علشان نتقل ميزانها ربنا عز وجل ليه كل يوم عطقاء من النار او عتنشل على ليلة بعينها ليلة القدر متنقلة في العشر الاخر كلهم حاتش اتحك عليك حاتش اقول لك الشمس هي دي شوف عاملة ازاي مفهز شعاع بيضة خلي بالك الادلة دي كلها ادلة نفي مش اثبات بمعنى ان لو طلعت الشمس فيها شعاع وحارضة بيقول خلاص دي كده ما كانتش ليلة القدر طب لو طلعت بقى الشمس بيضة وصفية والجو جميل والليلة كانت هادية ما نقدرش نقول دي كانت ليلة القدر بيقول ممكن تبقى كانت ليلة القدر لان ممكن نلاقي كاذا ريلا متشابهة في نفس الصفات فالحل ايه؟ الحل اللي احنا اكتبت في العشر الاخر كلهم وزي ما قلتلك الليلة اللي ربنا عز وجل هيعتقى غرقبتك فيها من النار هي ليلة القدر بالنسبة لك